اشتركوا في القناة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه ملك مملكة البحرين المفدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارفع لمقام جلالتكم السامي خالص التهاني والتبركات بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني هذه المناسبة الوطنية التي تمثل مرحلة مهمة في المسيرة التنموية الشاملة التي تقودونها جلالتكم بكل حكمة واقتدار وما ارسيتموه حفظكم الله من دعائم واسس للعمل الوطني في دولة المؤسسات والقانون وترسيخ منطلقات التحديث ان هذه المناسبة الغالية على قلوبنا ستبقى حاضرة دائما في الذاكرة الوطنية التاريخية لمملكتنا العزيزة بما سجلته من اجماع وطني على ميثاق العمل الوطني بنسبة تصويت بلغت 98.4% والتي عكست حسا وطنيا مخلصا وإيمانا بالمبادئ والثوابت البحرينية وما رسخه الميثاق من مضامين ومبادئ شاملة سارت عليها مملكة البحرين بخطة نحو تعزيز ثوابتها وهويتها الوطنية وتحديث مؤسساتها وبناء مرتكزات رؤيتها الاقتصادية 2030 هو ما جعل هذه الوثيقة التاريخية تجسد حاضرة ومستقبل مملكة البحرين في ضوء المسيرة المباركة لمملكتنا الغالية بقيادة جلالتكم حفظكم الله ورعاكم وإنني بهذه المناسبة الوطنية وعاهد جلالتكم حفظكم الله على المضي قدما في تنفيذ رؤى وتوجيهات جلالتكم السديدة لخير مملكة البحرين وشعبها العزيز سائلا المولى عز وجل يحفظ جلالتكم وإن يديم الله على جلالتكم موفور الصحة والسعادة وطول العمر ودمتم سيدي بعون الله سالمين موفقين ابنكم المخلص سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وقد بعث حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء هذا نصها صاحب السمو الملكي ابننا العزيز الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل معاني الفخر والاعتزاز تلقينا تهنئتكم لنا بالذكرى الثامنة عشرة لميثاق العمل الوطني فهي اعتزاز لما عرف عن سموكم من دور من خلال ترأسكم للجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني الذي توافق عليه أهل البحرين الكرام ليظل نهجا ومرجعا لما تقومون به من خطوات تنفيذية لمشروعنا الوطني في التطوير والإصلاح حيث يقع الميثاق الوطني في أعلى مراحل الإنجازات التي تحققت لبلدنا الغالي ترسم الخطأ إلى المستقبل الواعد الجميل في تحديد أدوار أبناء شعبنا الغالي وتوضح مناهج العمل في كل الحقول حفظ الله سموكم ورعاكم ودمتم سالمين والدكم حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين